اشتركوا في القناة بالافراج الفوري عن ابنائهم المعتقلين كما طالبوا السلطات بالكشف عن اماكن اعتقالهم الى ذلك اصدرت منظمات حقوقية تقارير ترصد انتهاكات النظام خلال المظاهرات الاخيرة التي شهدت الاحواز واشارت الى قمع المتظاهرين في مدن الاحواز واستخدام النظام الاسلحة النارية ضد المتظاهرين السلميين ودعت النظام الى اطلاق سراح اي شخص تم احتجازه لمجرد ممارسته لحقه في التجمع السلمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة